خلينا نطلع نشوف ماذا حدث في المؤتمر الصعفي ونرجع نكمل مع حضرتكم مرة أخرى حصلنا على الميدالية نيابة عن النادي الأهل الرياضي حصلنا على الميدالية لمصر حصلنا على الميدالية لإفريقيا لذلك فإن الفوز بهذه المباراة كان مهما للغاية بالنسبة لنا الحمد لله تمكننا من ذلك أعتقد أننا بدأت جميع المبارايات الأخرى التي خضناها لقد دفعنا إلى الأمام كنا حازمين للغاية منذ البداية وحمدنا ربنا منذ البداية ولهذا السبب تمكننا من تحقيق الهدف يمكنك أن ترى أن الهدف الذي لن يتمكن من إحرازه في وقت سابق وسجلنا من بعدها واحدا أو اثنين ومن الواضح أنه يتعين علينا قول الحقيقة عندما يحصل الفريق على بطاقة حمراء فهذا يعطيك أفضلية ليكون صريحا أشعر بخيبة أمل كنا بحاجة إلى لون مختلف للميدالية لكن من المضحك أن هذه الميدالية تعني أكثر بالنسبة لي من تلك التي كانت في العام الماضي الأمر مختلف تماما لأن هذه المباراة خضناها دون لاعبين مصابين وهذه المباراة لعبناها مع لاعبين كانوا في كأس أمم إفريقيا لأن برامج الكاف وفيفا متضاربة وبإمكانك أن ترى أيضا حتى الآن بدأ دور أفطال إفريقيا ونحن هنا لذلك هذه البرامج متداخلة أن ترى أيضا حتى ترى أن ترى أن ترى أن ترى ما يحدث المباراة طبعا دي بحمد ربنا وبشكر فضله النهاردة كان معنا التوفيق وكنت كل كرة بطلع فيها كرة سابتة ببقى معي التوفيق أن أنا هروح عليها وألعبها وأجبها يعني الحمد لله طبعا كانوا زمائلي ويدعب بالاتفاق طبعا مع العيبة زمائلي بنتفق على حاجة بنعملها وربنا كان بيوفقنا فيها الحمد لله بالنسبة فيما بعد أنا نفسي أطور طبعا لأنا دايما بشتغل على نفسي دايما بطور من نفسي بشوف النواصل اللي عندي إيه وبتكلم على الكوتشو بكملها دايما بشوف إيه الإيجابيات وبشتغل عليها وبنميها السلبيات إيه وبرضو بحاول أشتغل عليها فدايما الحمد لله لازم حتى طول ما أنت ماشي كويس بتلعب أساسي مش شرط لازم تشتغل على نفسك كويس ولازم تتطور من إداءك وتشوف إيه النواصل اللي عندي وتكملها طبعا بنحمد ربنا على المكسب يمكن ماتش كان صعب جدا كنا عاملين فريط عاملين حساب فريط نادي الإيه لال بشكل كويس درسناهم والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحاقى سكور كمان الحمد لله الحمد لله طبعا على المكسب مكسب مهم جدا لعبة كتنازلة مركزة وعايزة تاخد مركز الحمد لله كنا كنا مستعدين كويس ترجمة نانسي قنقر